واش ياخدها بلدية او لا رمية هذه الحالة ذو واحد الشاب اللي حقيقة كانت عنده علاقات متعددة ودبا هو مقدم على الزواج مبقى الولو يتزوج المشكلة دياله وهو انه يعني في الايام الاخيرة دياله في العلاقات الجنسية لاحظ على انه اذا كانت شي بنت زي ما لابسه مزيان ومزوزة وتوتير الغريزة الجنسية دياله هو يعني تتكل العلاقات دياله مزيان والذكر دياله تيقوم والغريزة دياله تتكل مزيانة وتحسب القوة وتحسب النشاط الجنسي ولاحظ كذلك على انه اذا يعني التقى بشي بنت اللي نحسبه ما هي مزوزة ما هي ديافراسة ما لابسه زوين ما تشعجه خلاص تيكون بارد تماما والغريزة الجنسية دياله تتبرد وما تيقدرش يزعمه يديرش علاقة تماما دابا المشكل دياله هو وعلاش عايط لي قال لي الله يخليك دابانا مخدم على الزواج وانا اخد بنت يعني من العروبية وانا خايف لن فشل وطلو علاش هتفشل هو اللي بسر لي هالظاهرة هذي وقال لي على انه مثلا مني كان دابا هو في الايام الاخيرة دياله هذي قبل الزواج مني تتكون البنت يعني لابسه وزوزه وكاده ومحلقه ومحطهره واذا الاشياء من هذا القبيل تتير الغريزة الجنسية دياله وكان يعني الامور تتمشي بخير والذكرتين تصب بدون مشكلة والعكس صحيح الى طحفها مثلا في البنت يعني نقولهم كرفصة وممصة وباحتة ما تشي حاجة هنا لا تحرك له ساكن ولذلك تيبرد وتيفشل وما تينجحش ولذلك ودبا خايف لهذه المرة اللي رأيها خطمة العروبية مثلا لا تكون بحال هذه اللبنات تقوله يعني بلدية ما تدها في رصة ما مزوزة ما تتلبسش ما تتلبسش اشياء مثلا تقوله من فهم ديريجي سيكسي يعني ولذلك لا كانت بحال لغلوبات الشكل يعني البنت اللي بلدية مثلا يعني ما تصاوب لك ما تصاوب لك كار ما تصاوب لك حول ما تصاوب لك هذا كل شي عنده زعم احرام وعيب واشياء من هذا القبيل وحشو ما اكتر من لازم هنا يا خايف لانه يعني ما تتحركش الساكين دياله ورا يفشل وهو طبعا يعني مقبل على الزواج وحشو الصروال واشياء من هذا القبيل هي طبعا المرأ اللي راياخد صغيرة ورا هذر معها قد له طبعا حسك ده فمن يجي جوج حسك تاخد المرأ اللي بغيتي يعني قال لي أنا هما اللي اختاروها لي يعني من اللي بادية وما وسميته أنا الأصل ديالي من اللي بادية ولكن يعني خايف للمرأ تكون في هذا الشكل هاك ونفشل ونصدق ما هي يعني وما هي ولونها فطبعا قد له وشوف ضروري دابا قبل ما زال ما عندك العرس خبرها قلها بمعنى على أنك يعني تتبغي للمرأة تكون هكا وهكا 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 من حقك لأن إلا تحتي فيها مثلا عكس الأمنيات ديالك والرغبات ديالك يعني ما نتتحركش يعني الغريزة الجنسية ديالك وهنا عندئذ مرد دير والو ورد فشل ورد ضغف مشاكل كثيرة ما عنده الأول ولا أخير قال لي أنها قتلها قتلها شنو كاين ولكن قتله يزعمل بأنها يعمر الحمد لله ما عندها تشيط جريبة في هذه القادية من ناحية الجنسية والأمور تقدر تمشي مزيلا بإذن الله والرسول صلى الله عليه وسلم تقول يعني تزوج المرأة لأربع لجمالها لمالها لدينها لعرضها فاضفر بدات الدين تريبتي ذاك فطبعا الدين الإسلامي الحمد لله يعني لا يتعارض معا على أن المرأة تهتم يعني بالجمال ديالها باللباس ديالها بالشعر ديالها باليدها بالأطافر ديالها بوجهها بالعطر ديالها يعني كل شيء يعني المرأة على أنها يعني المرأة جسد المرأة ما شيء هو الرجل الرجل خشن والمرأة تسميها الجنس اللطيف يعني تتكون بحل يعني نعامة ولذلك المرأة كلما تمت برسها كلما تتير الغريزة الجنسية للرجل كيف تكون بعض النساء مثلا أمني تتكون مثلا ما بغيها شيء على العلاقة جنسية عند الرجل أنا يعني إلا هي زوزات وصوبات وكذا وصوبة حالتها وسميته بحال إلا تتقول له يالله أجي إذن شحالم المرأة أو تتكون زوجها عند الولاد إلا ما كانش بغيها العلاقة الجنسية تتصرف بعض الطريقة باش تباعدوا لأن إلا مشت زوزات وصوبات حالتها هو رأي قرب لها وهي في الأصل ما بغياش إذن مرديش من واحد ناحية إذن يعني هذا تصرف يعني طبيعي لا يكلف الله نمسا إلا وسعها لكن طبعا يعني نقول الغريزة الجنسية هي واحد شيء اللي عند يعني خلقه الله يعني منذ الطفولة عند الرجل وعند المرأة اللي كان قتله مثلا تتقدر هي عمرة ما كانت عندها شيء علاقية جنسية انتم يرد جوج يعني هي علاقات لك ذاك الشي اللي بغي تيران صاوبو لك وتشري له الحوايج اللي تتبغي مثلا هي تلبسه وتزوز الأشياء يعني مش عيب مش لبدا تكون هي مثلا عندها شيء جريبة وشيء علاقات وكذا واشياء ما تلقابين باش نتازم مع هاد الترلك الغريزة الجنسية دان هاد الاشياء معروفة اغلب يد النساء تيبغي يديرو مثلا يعني الماكياج يبغي يزوزو تيبغي يتعطرو تيبغي يلبسو يعني قاع لموض هي معتمدة عليش معتمدة على النساء لان موقعوش النساء مثلا يعني ما يلبسوش ويزوزو كده قاع الشركات ديال اللباس ودلعطور وهاد الاشياء كلهم را يديرو فيت لما تتلبسو وتتعطر وتزوز مش بحل راجل راجل تاني بس قليل وما تيدي يعني ما تيديهاش في هاد العطور وهاد الاشياء وهاد الماكياج وهاد الاشياء مع هاد القبيل اذا تيقدر يعني القضية مهمة عليش عرضنا عليكم هاد الحالة يعني يعني هنا تيبين على ان الاطارة الغريزة الجنسية تتعتمد على المرأة للشكل ديالها للحباس ديالها للعطور ديالها للهندم ديالها وهذا شيء طبيعي يعني مثلا وكذلك حتى يعني من الحق المرأة على انها تشوف الزوج ديالها كذلك يعني فات الشكل معطر ومصره وتاوحاته مش يكون مصخ معفون يجي مثلا من الخدماء والريحة العرق دياله واللبس دياله مصخ وتاوه ويبغي دي العلاقة جنسية والقهر وفمو وطايحين وخانز يعني واحدة الريحة كارية اولا اللي تيكمل كيف مثلا وتيكمل حشيش اولا اللي تيجي اسكلان مثلا وتيبغي دي العلاقة لا اللي يعني اللي يحق الرجل يحق المرأة ماشي مثلا انت بغيتي الزوجة ديالك تكون مصعوبة حالتها ومعطرها ومصعوبة وانت تجي مع فن ما فيك ما يتشاف لا يعني ضروري حتى في العلاقة الجنسية قبل ما تنع اسم الزوجة ديالك تغير المنابس ديال العاما تاخذ واحد لدوش يعني الدوش تعطر حالتك وكذا وخام ما تديرش مع العلاقة الجنسية ولكن يعني تقلس قدامها وانت انضيف دان هذه القضية ديال إطارة الجنسية لأنها لا جيتي وانت هي مصخ ومعفون هي برأسها راتكررها مثلا يعني يعني فيك وهي برأسها راتبتعد منك شيء طبيعي إذا لن يقترب للمرأة أو للمرأة تقترب لرجل يعني يعني الإنسان يصاوب دائما يكون نظيف ماشي مصخ ماشي معفون يلبس اللباس زوين مع الطر يعني وخصوصا الكلام دياله يكون يعني مزيان الحمد لله ما كانش هالعطور واللباس لأن الكلام يعني والعاطفة تتلعب واحد ضرور كبير والحنان والشوق والحب هذه كلها أشياء التي تتير يعني الغريزة الجنسية وإذا تنتمنون هذا العريس إن شاء الله حية طيبة وتنتمنونه على أنه يطيح في المرأة اللي يبغى وهي كذلك من كل مرأة تهيطيح يعني في الرجل كما بغت شكرا لكم تمنوا إن شاء الله يعني تشاركونا في فيسبوك دكتور من ياشو يوتيوب دكتور من ياشو انستغرام دكتور من ياشو وتيك توك دكتور من ياشو موعدنا كل يوم الاثنين على الساعة العشرة بالله إن شاء الله نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب سفر ستة عبع وستين سفر سفر تلاتة وثلاتين تلاتين زغو سيس سوسانتكاتر زغو زغو تخونت وثلات ولكن الواتساب فقط للفحص ماشي الاستشارة ماشي لرد على السئلة حيث ما عدنش الوقت تماماً رقم العيادة سفر خمسة دين وعشرين ستة وعشرين تسعين دين وخمسين عيادة موجودة فضل بيضاء قرب الكرة الأرضية وقريبة المحطة ديال كازابور شكراً لكم